السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المتابعين في ظل الآن الدراسة صارت الالكترونية تطبيقات التواصل والمحاضرات الفيديو فظهرت أن أهم الثاني قاعد يستخدم أغلب الجامعات والمدارس اللي هو FCC اللي هو Free Conversation Call وكذلك الGoogle Meeting فاليوم لحبين كيفية تنزيل FCC على جهاز الحاسوب على استخدام الجوال مجرد أن تكتب FCCB تطبيقات أو متجة سواء كان عندك iOS أو كان عندك Android سيضع لك التطبيق وتنزله الآن لا في FCC أول شي ستضغط على الرابط اللي موجود في أسفل الوصف ستضع لك هذه الواجهة ستقول لها Download for Windows طبعا سواء كان نظامك Windows 7 أو Windows 10 ما يهمك وبعدها سنضغط على كلمة Download ضررتنا هذه الواجهة للتحميل سنقول Start Download نبدأ ننتظر إلى أن يكمل التحميل استخدام التطبيق سواء كان بالبي سي أو كان بالجوال هو استخدام واحد ولكن اللي يستخدم دائما الحاسبة وريد هذا التطبيق على الحاسبة على مدد استخفاض من كبر الشاشة يعني شاشة اللابتوبات أو البي سي بصرعة ما أكبر من أي جوال فتقدر تشوف المواد أو اللقاءات بصورة أكبر وأكيد أوضح اشتركوا في القناة بعد ما يكمل التحميل لحن نقول له اوبل للتنصيب هذا التطبيق فبدأ بالتنصيب بعد تكمل التنصيب لاحظ رحك هاي الواجهتين الجوين معناتها انظام الى كلاس موجود ومطيني الرابط مادته الهوست لا انا اعمل غرفة او اعمل ميتنك فعنا مو تعمل ميتنك تلاحظ هنا انا هاي الواجهة ان تدخل رقم تلفونك او معلومات انا اريد جوين انظام الى صف موجود مثل سواء صف دراسي بالجامعة او دراسات عليا وغيرها ففي الاعلان لحق فقط الاسم واوافق على البيانات وقل لي جوين لح تظهر ذك هذه الصفحة تقدر تقول جوين ويد كومبيوتر اوديو يعني مع ملفات الصوت للجهاز حتى يستخدم عندك المايك او يستخدم ايضا السماعات الاخراج الصوت كل ما الان الاعدادات كلية فقط عملية الدخول الى صف من تدخل على صف تضغط على الجوين تلاحظ هنا هادخل على الجوين تكتب في الاسفل هذا هنا هاده هذا معناته الصف اللي انا مطيني الرابط ما تدامني يطيك رابط حتى تدخله الى البرنامج فتكتبه في هذا المربع وها تقوله جوين ويد كومبيوتر اوديو فمجرد الضغط لح يبدي تظهر لك الصفح على حسب الوقت اللي هو محدد للصف طبعا اذا كان ما مفتوح الصف ما لح ينفتح لك الصف يقراره فارق تحضن انا يقول تستخدم البرامج او الهارد وير الصوت اقول الكونتينيو وهذا هو وكان هذا عملية تنزيل برنامج الى البي سي لا تنساهم الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التابعات اذا كان عندك اي سؤال او تبتعت في تحليقات سرد عليه باقرأ فرصة ممكنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته